ترجمة نانسي قنقر خلي يزبع بيه الله 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 جرائه يا زكريا لا يا خوي الكلام ديه ما يطلعش منك إنت أبدا كفة إهلي بتتكلم فيه لا كيف جاب واحد زيدة ليك إنت يا حاج ما جاب خلاص مش رشح نفسه أصاذي تبقى الروس تساوت يا رشوان لا يا زكريا لا انت غلطان في الكلام دي لا انت راجل معروف في البلد كلتها ومافيش على حطة غبار هي يوصل واحد زيدة مش معروف في البلد ليك إنت يا سيد البلد ده عمره ما كان له حيثية ولا قيمة لا قبل ما يسيب البلد ولا بعد ما رجع وإذا كان على القرشين اللي جابهم معاه كل الناس بتسأل جابهم منين يعني واضح قوي أن الفلوس دي مشكوك في مصدره أنا مش فهمه عايز مني إيه مش كيفية أن يسكدت على اللي عمله معانا قبل ما نطردهم البلد أرجع وأقول آه إحنا كلنا عارفين أنه هو اللي عمل العمير القديمة دي لكن برضه مفيش فقدنا دليل الدليل كيده حقده عليا عشان الموضوع إياه وده اللي خلاي يفضل وراي عايزي إئزيني لكن دلوقتي خلاص اللي كانت بيننا قبل تواجه ربك كريم إيه لازمتها العميل دي بقى بقولك إيه يا زكري شيل من دماغك كل الكلام دي وفكر بس في اللي حنعمله الأيام الجاي إحنا ورانا مشغوليات جامدة بلاش تشتت فكرك في حاجات ملهاش لازمة وركز بس في اللي جاي يلا قوم نروح لحضرة العم دي عشان نوضب معها كل العميل اللي حنعملها مع بعض يلا يا أخوز يلا واعتبر نفسك داخل الانتخابات لوحدة وهي دي الحقيقة محدش يقدر يطاولك وعيب قوي لو فكرت في حاجة غير كده يلا يا أخوز يلا يلا توكلنا على الله فتك بعافية بقى يا سعال على فين العزمة كده رايح أجيب لك الحاجات اللي اتفقنا عليه الوصفة لا لا يا غالية بلاش الله احنا هنرجع في كلامنا زي العيال الصغيرين ولا بلاش عشان خطري انا خايف حد يعرف ولا نسيليك رأي تاني ما بلاش بقى التمحيك دي بقولك ايه اني رايحة وانت يا سعال ما تخفيش اتكلي على الله وسيبي الباقي علياني يلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اصدر يا رب اعوافية ستة سعال الله يعافيك يا رب تعالي اصدر يا رب ايه مالك الضغط علي عليك اتاني ولا ايه ما فوقها هيطاق منك؟ في حد زعالك ابدا من نبي يا ستة سعاد يبقى كلتي حاجة فيها ملح ولا حطت الملح على طرف لساني ده نية دوب غيرت ريقي بشوية مش ولقمة وجيت على طوبة ما شربتش الشاشة وتقولي لي يا ولية ما كلتش حاجة فيها ملح اقول نبي يا ستة سعاد او انا يعني هحط على المش ملح يا ولية ما هو المش كله ملح في ملح ملح ازاي بس يا ستة سعاد دي جبنة قديمة يا ربح المقصود بالملح مش الملح الابيض اللي انت تعرفيه بس المقصود ان اي حاجة حد ام ملحة ممنوع عليك يا سلام يعني الشوية المش اللي انا كلتهم دول هم اللي تعبوني ورجعوني الضق طبعا علشان كده اي حاجة ملحة ما تقربيش ناحيتها حاضر حاضر يا ستة سعاد اله يراضيك ويديك الصحة واخدمك كده وانت جنبك اللي يوحد الله تعيشي تعيشي يا ربح عارف السلام عليكم يا مرات اخوي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبادر النهاردة يعني خير ابدا اصل اهدل في المطحن بهد الهدومي قلتك اغير وكل لقمة وارجع تاني الله يعينك ام غاليا فيه غاليا عند امها بتتمن عليه دلوقتي رحت كده من نفسها من غير ما تقول معلش يا اخويا زمنها جاي طيب انا هدخل رايح وغير هدومي لحد ما تيجي حاضر يا رب مستر يا رب لا يا زكريا ما ينفعش مش يعمل اللي نقول الكلام دي والله لسه ايله نفس الكلام يا حضرة العم دي وجبته وجبته على هيني علشان واسق انك هتقول له كده برده هو انا بجيب الكلام ده من فراغ ما انتو عارفين ان هواتي اش عرفت ايه اللي بيخططه غير اللي احنا شايفين لا بس ان يمتبع حركاته اول بول الوادشة الغال في الدعاية كويس اوي وبيعمل اعداد وعزايا معاشا عشان يأثر على الناس وبيغريهم اغراءات جمده اوي ماهو طابعا ده واحد لا له تاريخ ولا مصدقي فلازم هيعتمد على الابهار عشان يكسب الناس لكن انت ليك تاريخ مشرف مع الناس يديك مصداقية وثقة عندهم وبدون ابهار هتكسب المعركة بعون الله كل المطلوب سرعة الحركة وبدء الدعاية الابتخابية الواد بدأ من بدر اوي وانت نايم في العسل نوم مليون مرة يا زكريا اقول لك ابتلي وانت مش عارف قلبك هاده ده طبعا يا سيدي وسط من نفسه ومن مكانته عند الناس لا والله ده اني معتبت على الله وبس ونعمة بالله سلام عليكم وعليكم السلام ازاي يحبط الناصر الله يسلمك يا بنتي ازايك يا ابن ازايك عذبتي وزاي سارة العيال بيبوسوا ايدك الف بركة على المتخبات اللي انت مرشح نفسك فيها وزا خانه على الراجل اللي مرشح نفسه اصادك ده ولا يهمك منه ايه دي؟ فيه ايه بيه؟ هو انت اين يا سعاد تلبيه وانا عمار ادور عليك في الفلاة كلتي؟ انت يا بنت انت انا ميت مرة اقول لك ما تدخلش من باب المكتب ده الا ما تخبطي وتستعزيني ما قصلك انا قصدي ايه بسعادة اتح مرة ما بتفهميش وانا قصد اهتاني هتو من الهيدرال خلاص ما كانش اعز ده انو انا ما كانش اتوضلي غور حاضر حاضر ايه فاقه دي؟ يعني اتمشي من هنا بقول فاقه 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 ايه دي؟ ايه دي؟ ماليك لبيت داعك للايه؟ هو فاقه هو البهماد ماله؟ ماليه عن ايه؟ عملي زاقه وليش اخط مش راقه حد يحبه لعنا مالا خيره مالا خيره؟ تلاقيه بس مشغول ولا مدائي من حاج؟ تم قاطل عملي بقى مدائي اخويا ومشغول لكن عملي ولا زعفي ولا تراضي هو قالك يا بي؟ قال لي يعمعه هو عنده حاجة العصد يعني كان بيعمل ايه لما دخلت كان ماسك حاجة غريبة او يا والا عملي ما شوفتها في حياة غريبة؟ بس مدهب مدهب؟ ايه يا با اول ما شافني تراح دابيه بقى طوالي بقى السندوق ده ايه بيه؟ ويرطلت ايه دي؟ حاضر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا عملي؟ الله يسلمك ما حدش جان من الولاد ولا ايه؟ ابو سامح في اوته اهلا اهلا اعلان؟ حمد الله على السلامة ياه الله يسلمك يا حبيبي انت كنت عند ابوية العمدي؟ ايوه اني وعمك رشوان انت بغالية ما جاتش معاك ليه؟ غالية؟ هي غالية كانت هناك؟ ايوه انت بشوفتهاش تلاقيها كانت احدى مع والدتها او جليلة ولا حاجة؟ ايوه بس جليلة جات سلمت علي مالفيش غالية هناك عجيبة والله السلام عليكم وعليكم السلام عليكم كنت فان يا غالي؟ ما قلتلك كانت عند والدتها علشان تشوفها ابوية كان هناك محدش قاله انك كنت موجود انا كنت هناك كنت احدى جوي وعرفت ان عمي موجود اول ما ماشيت جيت طوالي اين لفل في ايدك دي؟ دي؟ دي حاجة امي مديهاني ده رأيه عارف انت بتكلمني زي ما يكون عاملة عاملة كده ليه وفي ايه؟ مفيش حاجة يا بنتي وبس اتوغوش عليك عشان مولتيش نكرارها انا ايوه يا عبا؟ اول مرة تعملها وتخرج من غير ايه؟ وهي دي خروجة دي؟ حلمان ابو امي عيانة قلت روح اشوفي ايه؟ فيها حاجة دي يا عمي؟ لا لا مفيش يلا الحمدلله على سلامة حضروننا الغادر لات لما اخوك راضي ايه؟ حاضر حاضر يا عمي حاضر فيها يا عار الله سعاد خد يا سعاد الحاجة ايه؟ اللي هيجعل هملك بالشفة يا رب؟ انا خايفة قوية غالية شوفتي عارف كان بيبصلك ازاي؟ شكله ما كانش مستق انك كنت عن ضم يا ستة ما تخفيش سيبي عارف علياني المهم دلوقتي عندك هنا كسين كيس اصفر وكيس ابيض قماش اللي في الكيس الاصفر حطيهم تحت راسك قبل ما تنعني حاضر وكيس الابيض القماش تطلع اللي فيه تحطيه في صنية مية تحت السرير وحكملك بعدين عشان لازم نحط الأكل بسرعة يعني عامل حاجاتي دلوقتي لأ دلوقتي هاتفتحين انا جوزك زمان وجاي انتي اختاري وقت رايق كده اي يوم بس لازم قبل ما تنامي بالليل بس انا برضو خايفة يا غالية القلق اللي حصل ده مخوفني خالص انا مرعوبة بقولك ايه؟ الوصفات اللي زيه دي لازم فيها راحة البال رواقي كده وردي وفهميني كويس يا حبيب تسبيها على الله وان شاء الله ان شاء الله يجعل تعبنا بفايدة انا متشكرة قوي يا غالية مش عارف اشكرك ازاي هو فيه بين الاخوات شكرانية انا حسيبك وخرج دلوقتي عشان عاد بس انا خايفة قدر يا بنت ما تخافيش خبيهم دلوقتي وحصلييني يلا انا اخواتي كلهم كوم وراضي اخويا دهكم تاني ايا يا كديد سلام عليكم عليكم سلام عليكم عليكم سلام عليكم خير فيه ايه؟ خير يا حبيبي بيقع عمال ايه؟ خضتيني جبتين على ملا ويش لا ما تخضش ولا حاجة ايه؟ ايه؟ في حاجة منك ومن صاربط لا لا ايه صاربط هو يقدر برضو ايه؟ ايه؟ يا تيدي استنى انت مش واخد بالك ولا ايه؟ عندنا ضيوف اهلا وسهلا صباح صاحبتي اهلا وسهلا شو زي الامر ازاي؟ اهلا بك يا سلو اسبان احلم بك لا اول فياعة ما هيشتخينا ولا حاجة عشان اه اخويا راضي شايفي زي الامر ازاي؟ يا بيه؟ يا جليلة في ايه؟ بتتكذف بص يا سيدي صباح صاحبتي عايزها تتعلم عندك في نحو الامية نحو الامية؟ اسمها محو الامية يا جليلة ده انت اللي محتاجة علامة بقى انت مسبقاني شغلي ومشاغلة وجايبان عشان الموضوع ديه؟ هو ده موضوع قليل؟ ده تحديد مصير وبعدين انا ما قلتش نحو الامية انا قلتلك محو الامية انت اللي سمعتها غلط اعمل لك ايه؟ ماشي ماشي يا جليلة ماشي بصي بقى عايزك تركز معاها وتشوفها كويس اهلا وسهلا يا سيدي اهلا اهلا خصوصي كده حاجة يعني ايه يعني صاحبتي بقى شوف انت هتعمل معاها ايه؟ خلاص صحت امرها في اي وقت مكان الفاصل بتعمحه الامية معروف تتفضل هي تعرف الموعيد وتيجي في اي وقت هي عايزها فاصل ايه؟ فاصل ايه هو بتاع ايه؟ بقولك صاحبتي وعايزالها قاعدة خصوصي عشان تشوفها كويس تقول لي فاصل لا يا حبيبي عايزك تقعد كده معاها وتركز شوية دي بقى امها جابت عشرة عيال في خمس طوبطن اختها الكبيرة جابت ثلاث عيال واخد لي بالك ثلاث عيال في بطنة واحدة اختها الصغيرة ايه يا جليلة ايه يا جليلة ايه علاقة محو الأمية باللي انت بتقول ايه؟ صح يا جليلة ايه دخل العيال في العلام؟ اسكت انت يا بيت اصلي رضي يا اخوية جليلة وبعدين؟ يوه؟ بتزعف هي كده ليه؟ داني عايزة مصلحتك بقولك البيت تولادة فهمني؟ يعني يا اما تجيب لك الولد اللي يسمي ضهرك يا اما تجيب لك البيت تحبيب تابوهي واني بقولك بقى لو ما رجعتيش عن السكة دي اني هطول لساني عليك انت تفهم او لا؟ طول لسانك علي اني؟ داني اختك داني عايزة مصلحتك خلاص لو مش عاجبك اشوف لك غيره لا دان تتجننتي على الاخر هوتي طب 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 قولي حتى سلامه عليكم يا اخي وفيه يا جليلة ما عجبتش يا اختي ما عجبتش ليه هو ما بيعلمش على اللي بيعجبوه ايوه اخويا حر بقى ما يعلمش على اللي يعجبوه كتكوني لها في ايامكم السودة مرأة 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 اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اهناني اصلي عيزك في موضوع كدا قوم قوم احضرني بقى قوم يا اخ يا ابن احضرك في ايه بس السعادي واعلش واعلش وا planet delta وفق لي وتعدال لي عشان هارف اكلمك ا reusable ايه 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 احنا بعد نص الليل عايز ايه بعد نص صلي واعلش واعلش يا مارعي اصلي موضوع مهم اقول الله واعلش ايو ا fin فوق وفوق الواق كدا عشان هارف اكلمك يا ابن اتكلم عايز ايه اه هو اني ايه اني 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 انا هتتكلم ولا هسيبقك هناك. لا لا خلاص خلاص هتكلم. اه هتكلم. اه هتكلم. ايه عايز ايه? بصراحة مرأة يعني عايز اتقدم واخت بختك ماري. ايه? ايه? ايه يا مرأة في ايه انت مش موافق ولا ايه? اه مقصودش يعني اصلك فاجئتني. اه طبعا انا فاجئتك طبعا. بس اني يعني عايز اعرف رأيك. والله الرأي رأيها هي ورأي باه طبعا. اه ركيت. بس اني يعني كنت عايز اعرف. انت موافق ولا لا? وش معنى ماريوم يعني? بصدي جات على بالك ازاي? ده انت مش هفتاش اللي يمكن برة ولا اتنيه. ومدول كفاية اوى مرأة يعني اني اعرف انها بنت كويسة وبنت ناس محترمة. معلين كفاية لنوقتك يا اخي. انت زميل مخلة من زمان ومع بعض هنا على طول. وتقريبا انا عارفين كل حاجة عن بعض. خلاص. ملناش باركة لانت. عموما اول منزل اجازة. اجازة مين يا عم? تعال. ايه? 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 اي الكلام وشوف رأيها ايه وعلى العموم هي شافت شاكر كذا مر وطبعا الرأي في الاول وفي الاخر ليك انت واذا كان على شاكر فاني اضمنوا برقابتي وفكروا في الموضوع لغاية ما انزل اجازة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنك مرعي سمعت الكلام انك اتبه اخو كي اه يا بابا سمعت طيب وايه رأيك في ايه الرأي رأيك يا بابا لا يا بنتي ما هو لو كان الرأي رأي ما كنتش وديتك مدارس ولا روحتي ولا جيلتي انما انا وديتك مدارس عشان تعرفي تختاري حياتك بالطريقة اللي ترتيجي وتعرفي تفرقي بين اللي ينفعك واللي يضرك هيا انت تحققتي من اللي اسمه شاكرتاه كويس ازاي يعني يا بابا مش فهم يعني شكله طريقة لبسه طريقة كلام وكده يعني هو عادي يعني رأيك فيه ايه والله هو محترم وكويس ومعملش اي حاجة غلط قدامي يعني انت شايفة انته كويس مش عارفة بقى يا بابا اللي تشوفه وبعدين خلي بالك رأي مرعي مهمة قوي لان هو اللي عارفه ومعاشره طب انت يا بنتي سمعت رأي مرعي عوف الجواب بيقول يدنانو برعبته يوبا يا بابا اللي تشوفه طيب يا بنتي انا حنزل اسأل عليه وعلى اهله وربنا يقدم لي فيه الخير ترادة فانتي يا حسن شوف لك حل بقى معاليه الوزة دي ما لها ديه الوزة كل مكتبه ايدي تلف 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 ازاي اجيلها كده تجيلي كده اجيلها كده تجيلي كده جري يا بنتي ما تقف على بعضك ايه المياصة دي اني هوريه شوف ايدي تلف وتنعوج ايه يام وبوز وبوز بتبتك هاتي بسيك الان اهم اهو استني تعملت ايه الاب ها بصي اه تنزلي كده كده قدير راسي الوزة تنزلي كده اهو كده تبقى ديه بس قادي حرف اليهة فيها حاجة دي كل خير ان شاء الله ايه ده ايوه فيها يا راضي مفيش ده انا بعلمها زي حرف اليهة يعني تكتبه سنتي غالي اي بتنادي عليك طيب بالاذن يا سي راضي يلا حاضر ايه اللي كان بيحصل ده يا راضي مفيش يا سعاد كنا كنت مسك ديها بس عشان عليمها ازاي تكتب حرف اليهة يا سلام وما شفتش المنظر اللي كنتو فيه منظر ايه يا سعاد البنت كانت لازق فيك بشكل سخيف جدا والله ما خدت بالي هيها بتسألني في اللي بتتعليمه مني مش معقول يعني اقول لها مليش دعم طب بتفضل غدا جاهز الحاجة جيه هايجي بليل عشان الانتخابات الله هو فيه ايه ما هي ايه هيعمل لنا اه بقول لك يا بيه انا عايز اسأل حضرتك السؤال ايه؟ هو يعني الكراتين اللي شلناها لحضرتك من العربية وخططها في المكتب فيها ايه؟ انت ملك انت اصلا يا بيكا منتقلة قول ملكش دعم ما تندخلتها ملعنش بيه حاضر يا ساعة تب ايه؟ ايجي لشوفني البنت عايات ما بريتش من عبل الضهر حاضر اعجيبها بالعجل جابكم البلاوي والنبي اللي شوفني وقف انا وانت كده تحت الصجر اقول عني اتنين حب بيبة اعمل ايه يعني؟ امي كاتنا على نفسي ومزهق اني خالص اني خالص بجد زهقت معلش المهمة طوانينة عملت ايه مع الاستاذ؟ اعمل ايه يعني؟ يا بيت تلاقيكي خالص شنكلتين؟ ابدا والنبي اني بجد خالص ما بقيتش عارفة عشغله ازاي تبا عوضي عوضي خدي عندك اني عملتلك حتة الدين خطة مية مية هيا دي اللي هتوقعه في المسيادة والنبي قول انتي تعملي اللي انا قلتلك عليه بس التقلي عيار حبتي اعمل ايه يعني؟ مهي مراته لازق فيه على طول استني للاخر طيب قول بس يا ستي انتي تخش عليه في اي وقته هو نايم او بيعمل اي وقته حاجة بس مراته مكونش معاه وتروح ينامي لنفسك عليه كده يا فلحي ما هو عايزه حق ويلم عليها الدار كلها تم هو دي اللي احنا عايزين ازاي بقى؟ ما هو لو اللي في الدار يتلمو هتروح يرقع بالصوت ولا اطمع لاخدودك وجز على شفاي فيكو منزلالي كم دمعة وتقولي يا لهوي تعايز مني حاجات مش كويسة بقي ان امراته مش مالي عاني يا لهوي دا كان يكرهني العمر كله يا بيت يا مخبول ديكي الساعة كل اللي في الدار هيخافه على سيرته موسط البالد خصوصي بقى الحج زكريا دخل الانتخابات فهيخاف على سيرته وحات ملوي لازمن هيحكم عليه يتجوزك لان ناس تقول ان هما بيستحلوا دم الغلاب وساعتها بقى مراته كمان هتغروا من السكيت بس هو هو يا بيتها يبقى كرهني بس انت تجوزيه هما يبقى معاك من اربع حيطان ابي دلعيه وهنينيه ونسيه كل اللي حاصل نسيه مراته والدنيا كليته وشهري وارا التاني جبي له حتي تعايل هتبقى انت اللي في النية والعين الجوانية وترقى الاناني وتحلى وشد حلك بقى وهتلو حتي تعايل زى الامر كده زى يا ربه والنبي بقى هيحسن وبكرة تقولي عنايات قالت تعشلي يا حبيبتي إستني بقى انه اقومة جبلك لقمتك لي تعالي تعالي انا شاباني وكلمة قالة يا كيفي طبعا بل بهيني فكرتيني خدي خدي يا بيتة يا حوسني ايه دي؟ ايه زيت ريحة من مصر انما ايه يا حبيبتي ربنا يخليك لي وما نحرم منك أبداً يالا أخوتي كاني بقى سلام بالسلامة يعني ياه الله لا يا مستر جاك لا يا حبيب لا ما انا هقولك اني سبق وعرضت عليك البضاعة دي وانت قلت مش كازمان ايو طبعا عرضتها على ناس تاني يعني انت عايزها دلوقتي ماشي نتفق على السياق لا 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 يا مستر جاك ولا تلاتة مليون لا يا حبيبي ما ينفعش نعم لا ما بتعرف اني مؤمن نفسي كويس وما حديش يقدر يوصلوا لا يا مستر جاك على فرق واحدة يعني اني لو إنت كمان هتغرق وايال خلاص عموما يا يوم التلاتة جدي واني انزل مصري ونبقى للتج مع السلامة مع السلامة اهي ابيتي اللي بتقى هالهيدي كانت تماشى في الطريب بد السنكог أية ت السنكغ يبية اهيه تسبري لهم كنت واروحه على فانıyى قال واني الي مكان ثاني غير هيني كنت متعبطي فاني يا ابنت من بدي لا والله إذا نروحت أشققها على ستي وبعدين أقولت فتعة البيتة خسنا يا صاحبك تعرفي يا بيتة لو خرجت من بيلا بالنهار كده بموت موت روح يا بيت روح شوك لو ماشي بتعليمك خلا نخلص حضر يا بيت اسمعي يا بيت نا بقى يا بيتة كلي بتدوري في البلد كده تقولي إنك شغالة عندي أبدا للنبي يا سيد البيت وأقولي مين ياه اسمعي أنا مش عايز حد يعرف إنك بتستغلي هني يعني تجل بيلا من النجمة وتمشي بالليل يعني دخل الامتخابات يعني مش عايز شوشرة وكلام ملوش لازمة فاهمي؟ فاهم أموري يا ساعدت البيت أموري وانا نات فوتوا قدام طيب طيب يا سعاد مالك ايه متاخدها ليه كده لا بدان يا حبيبي انا هتاخد ليه مفيش حاجة مالكنت مواطية تحت سير بتعملي ايه اصلا اصلا كان فيه فلوس وقت مني كنت افضار عليها فلوس كم يعني عشرين جنيه بس كده قدهملك انا منعناه ربنا يا خليك ليا حبيبي انت رايح فين مش هتنام هحضر بس الدروس بتاع البكرة دروس ايه بس يا رادي ما انت حافظ كل الدروس لا معلش معلش يا سعاد لازم احضر الدروس بكرة عشان خطري يا رادي تعال نام عشان خطري عشان خطري كده؟ معقول برضا يلا يلا حبيبي نام يعني انت مالي ايدك كويس اوي منه يا مرح يبني اوي اوي يا حاج ولد كويس وجدع وكريم واهله ناس مقتدرين ويعرفوا ربنا كويس يبقى خلاص على بركة الله حتى ابو بيجاوز ولاده كلهم معافو الطار يعني بيفضل عايشين بحزة ابوهم على طول وهو اللي قالك انه لازم يعني لما يتجاوز يعيش مع ابوه اخوته لا هو ما قال ليش لكن ده اللي انا فهمته لان اخواته الاثنين متجاوزين في الدار حتى اخوه المتعلم اللي امرأته متخرجة من جامعة مصر باردك متجاوز في الدار انت قال اما النقطة دي حاجة لا يا ابني اني مش قلقان ولا حاجة اني عارف بنتي كويس بنتي ممكن تعيش وتسير حياتها بعد اي حد كان والحكاية في الاول والاخر هي نصيب ومدام انت ابني بتشكر فيه والبنت قبلها يبقى خلاص واني والله اللي وده دخل قلبي يبقى على بركة الله الشاي يا جماعة شكرا يا عروس ممكن اعرف بقى كنتوا بتوزعوني ليه مش قلتلك البت ماريم ده لقيمة وهتعرف ان احنا كنا بنوزحها اللي يعني مش عارفة كنا بنتكلم على العريس اللي جاليك عريس؟ عريس مين؟ شاكر يا ماري اه شاكر صاحبة؟ والنبي ايه؟ قال يعني مش عارفة انت مش شفتيه اكتر من مرة الله بقى يا ماري يعني انت عاوز مني اي دلوقتي؟ من الاخر كده انت موافقة عليه ولا لا؟ اللي تشوف انت وبابا؟ ما هو طبعا اللي اشوف انا وبابا بس برضك رأيك اساسي يا سيدي انا سبتلكم انتوا الرأي يا ابني انت بتلت وتعجل في ايه؟ مانا قلتلك انها قبلها طب مش عايزة تقولي لي ليه؟ واني هاكلك؟ انا سايب اللبن عالنار هروح اشوف عبالة كاميرا يا ابني تعيش يا حج؟ بس يا ستي ولقيته داخل علي ما بقيتش عارفة اعمل ايه؟ اخب الصينية ازاي ولا ارميها؟ احتستي يا اختي احتست؟ وهو خد باله من حاجة؟ لا ربنا سطر ما نتوهته في الكلام المهم يا سعاد عملت كل اللي قلتلك عليه ولا لا؟ بالحرف الواحد بس انا خايف يا غالية مرعوبة ما تخافيش اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه طب انا هقوم اجيب الصينية دلوقتي والحاجات اللي تحت المخدم اتستني هنا تجيبيهم ليه؟ مش كفاية كده نمتع عليهم ليه لو خلاص لا يا حبيب تسمى الله عليكي دول لازم ان يعودوا لغة يوم الجمعة الجمعة؟ يا مصبتي لا كده رادي ممكن يكشفهم بقولك ايه؟ ما تضوزيش الحكاية لازم ان يعودوا للجمعة عشان تناموا فوقهم ليلة الخميس وتصبح الصبح ساعة الصلاة تستحمي فوقهم كلهم بالمية اللي في الصناية دي يا نهاري طب فريدي شافهم؟ حيشوفهم ازاي بس؟ يعني حيقوم ينفض السرير عشان يشوفوا اللي تحت المخدة ولا حينزل يستخبى منك فيشوفوا اللي تحت السرير؟ بطل يخوف بقى وقولي يا رب يا رب ايه؟ 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 احنا لسه سابين بعض من شوية اتخضيت قلت ايمكن تحصل حاجة؟ لا لا ما تتخضش وفيش حاجة انا قلت اجي ربط معاك على معاد الرجوع يعني بعد عليك ونرجع سوا من امتى الحنية دي؟ مناشي يا عام حق علي طب تعال ادخل الاول وبعدين نبقى نشوف حكاية الرجوع دي ايه؟ لا 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 معلاش انا اصلي كنت ايه؟ كنت ايه؟ يا ابني ده انت الشمس مفرهضة نفوخة تعال اتعلم لا 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 معلاش معلاش خليها يوم تاني مش مش كده يوم تاني ايه؟ والله كده هزعل لا يمكن تجي لغاية هنا من غير ما تدخل وانت غدى سوا دي بعب قوي معلاش يا مرعي خليها مرة تانية بس عشان لازم اروح يا ابني يا ابني ده احنا عم باتتفقناش في اللي انت جاء لشانه ما انا عباجي لك تاني هاجي لك تاني وانتفعل لانا جاء عشانه طب اشرب حاجة ساعة لا 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 اشرب حاجة ساعة معلاش لا لازم امشي الوقت مع السلام سلام يا مرعي مع السلام مع السلام اصحاب عقول فراحة اشتركوا في القناة 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 هو غالية برضو مال هيكونوا بتاع ميلة بترمي الهدوم كده ليه يا بيت ومالك واحدة دول وبترمي دول دول بتاع غالي فلاح ما يلزمونيه ليه يا بيت ده ست غالية بنت عمدة وكل اللي بساها من الغالي اللي عبره محكيلنا جيته عارفة بس فلاحي لكن هدوم سحادة أهلا فرانكا مصراوك حاجة كده عالموضة موضة والله وعرفت تنطقها يا بنت بخيت انت بتتمقليتي عليا يومها ليه كده على طول كاسفاني؟ شايفاني ليه إلا تبصت الناق يا ابنت مش شايفاك إلا ولا حاجة ده انت زي الكم بص بص الحالنا وعيش على قبضك ما تخرجش من طوبك يا حسنة لا خاصي يا اما بقى هادي فلوس فلوس ليه بقى يا أخي؟ هعمل بيهم حاجة حاجة ايه؟ يعني انا لو قلتلك هتديهم لي؟ ايه وحدهم؟ طب ايه؟ ادي 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 يا بيت كل الهدوم دي شوف يا ست انا عاوزك لتودي الهدوم دول المسبغة يتسبغوا ويتغير لونهم بخالص وبعد كده توديهم للولية المسمعيل الخياط تحزقهم لي واتضيقهم لي على الاخر ها 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 كدك يا بيت يا عوزني وإلى جانب في دماغك بقى تعملي في الهدوم دي كده؟ اقولك يا ست عشان لما سرد يا فاندي يشوفني واني لابساهم ما يعرفش انهم بتوع سعاد مرات ويفتكر انهم بتوع عنه حاضر يا ست سبيهم واني هوديهم لا انت توديهم النهاردة لا النهاردة مينفعش اصل الباهم اكد علي ابقى عنتو في الفلة من نجمة خلاص وديهم بعض الضهر مش عارفة يا حسن ان كنت هقدر ولا لا اصل الباهم احرج علي مخرجش طول النهار بس اقولك اني هكنت وديهمي تعيش يا حبيبتي بس بسرعة عشان هل حروح بيهم نحو الامي من عناية الاثنين يخليك لي يا رب بتسلم لي عناك يلا بقى عشان يتأخر بقلك اه أنت أريد أن أعرف ماذا؟ الحمد لله. الخططين خلصوا خلاص. سنبدأ أن نعلق النهار. ده آخر نهار. على بركة الله. أنا كمان لسه جاي من مجلس كبير. ما كانش بترتب والله ولا حاجة. ده أنا قاعد مع واحد. أم جهد واحد من هنا وواحد من هنا. وقاعدوا كلهم محبة والله. عدت أقول لنفسي يعني الناس تقعد تعمل مؤتمرات ويلموا الخلق. وأني الحمد لله. الناس بتجي من نفسها جديد جديد. أنت محبوب من طوب الأرض يا حاج. أصلا ربنا بيحبك ومحبب فيك خالقه. عشان كده أنا مبطم من اللحكات الانتخابات دي. وهو واسف منا في جيتها مؤدما. الحمد لله. كل من فضل الله علينا. الحمد لله. طيب هتوكلني. لا لسه بادري. كتوبك يا روح أشوف شوق لي. ريا فرد. روح لسه بادري. خليت معايا شوانجي. ايه دي. جرس المروح دي. لا لسه فضل حص. كنت فاجره جرس المروح. كنت عاقد رادي معايا وراوح سوي. ايه؟ ايه؟ اهو جالك اهو. اهو جالك اهو. ازاك يا برحاج. لأيه النور دي. أنوى الدنيا كلها. ده نورك يا حبيبي. ماذا؟ كنت كنت جابين في السرتي أم لا؟ يا سيد أبوك كان عاوز يمشيك حصة بعد كنت عاوزي خليك تزوج كنت عايزة نطاتك الصور داني ما عملتهاش من وانا تلميز عملها دوقتي وانا مدرس ايه والله يا راضي طول عمرك عيدل بقول لك ايه؟ عايزك بعد العصر كده تراجع شوية اللفت بتاعت البارح لأني ملحيتم سراجحهم عشان هيتعلقوا الليل حاضر نجح ان شاء الله يا أبو ان شاء الله باركة الله لأنهم حيلفوا النهاردة بالتوفير ان شاء الله يا الله سلام عليك انا هخلص الحصة وحصلت يا أبو مع الف سلام مع الف سلام مع الف سلام يعني هم على كده هتفلصوا النهاردة فيما ساعت البار زي ما حدونا تقشفت كده مفضلش للوحة واحدة واس ده بس الشر يا أخي له أبو ليش مواضع كده وتمام يعني عجيب للشر يا حمد الله قول لهم حسابهم حسابهم 870 جنيه واشرب 150 جنيه طيب امسك يا سيدي هادي 750 جنيه جديهم عسابهم وتاخد عشرة منه وكيب للباق يخليت لي لي ساعت الباق واني ساعت الباق مشاني بردك كنت بعمل لهم الشاك وطلع لهم الأكلف الجناني باديها 20 جنيه حاضر يا باق رباني خليت لي لي ساعت الباق ويعلي مراتك ويحرميش منك قابة دا باقول لكم ايه انا طالع عسل شوي مش عايز اسمع صور فاهمين؟ حاضر يا باق نمو العوافي تنمو تيتانا ان شاء الله مع السلامة يا بيه باقي سلامة باقي سلامة يا بيه خليها اوه يا ابني المفتريشة بقى انت متفي مع الخططين على 870 جنيه ايه با يا اختي ماليه؟ يا ضلالي داني سامحك بو داني داري اللي هيكلهم الدود وانت بتتفي على 650 توقم تخنصر 220 جنيه بعالم في كيرشة كيرشة؟ ايه با كيرشة؟ كمشي يا كدبة يا بيت الكدبين ايه باك كان احرامي زيك؟ ايه با يا سيد الناس اعليه لك اهوه لا يا اهوه يا اهوه ايه انت اللي دادت علي عشان كده دادت من غير مخابة يا بخن يا بيت عليها الجنبية دي وبلس لما اوه من عناية ده انا عليها لك رموش عناية مش الجنبية وبعث قاتل الجنبية التاني حاضر يا سيد الناس اهوه اتفضل هتشبشي يا بيت من عناية يا شبشي بلاني ياريتني كنتاني ما بطلرك يا بيت اعمل اه يا سيد الناس مني لما بشوفك ببقى عايزة اغني عايزة افرح عايزة اروس اروس اروس؟ روسي ده ايه؟ روحها تلفوتك هلا اخش الحمام حاضر فضل حمامي الهانت يا الله اعمل لك حاجة ده في عزيدي الناس تشربه قبل ما تقايل لا ايه بينك ده موهنش حاضر امامه العيني أمامه زيه باقولك كده يا غالي هاتيا يا بيت تفضله تفضله اية ده شبه مفضوه السكر يا بيت يوهنست اجيبه دي اقوحة اهل امتير عقلك وتالف املك كده على طول يا بيت يا حسنة على طول مطهورة كده مش عاوزة باعدة هاتي هاتي اني فهمكي كويس مش فالحة غير في الفورجة عال تلفزيون لأ والشخبطة في الكاراريس اللي طلعني فيها اليومين دو ومالها الكراريس بس يا غالي مش أحسن لها تتنور وتتعلم كده يسلم فمك يا سيراجي قول لها والنبي قال على رأي المثل مهما تعلم فيلم تبلم يصبح ناسي سكوتي سكوتي بس يا مسالح أما أنا شفتلك حبثة فيلم مبارح على الكندات تانية إنما آه أهو ده اللي انت فلحة فيه وده فيلم إيه ده يا بنت يا حسيني هقولك سيروش دي أباظه مدرس قد الدنيا وامراته ما بتخلفش أم مكددش خبر ورح متجوز البيت الشغالة لغلبانة اللي عنده هو تجوزها من هنا وقامت جايبانه قرطة عيال إيشي بنات وإيشي صبيان كله طب بص بقى انكتمي يا مقروسة فنين نعانك أفلام إيه وحباب إيه دي كلها تخريف ما تكملي الشوية بتاعك يا سعاد مش عايزة أفلام إيه وزفت إيه اللي انت بتكلمي عنها دي يا حسيني يو وهو واني غلطت في حاجة إيه اللي هينتقم منك يا بعيدة رادي حب حب اعجبكك كده يا بنت يا بنت يا مو كوستنتي البيبشي ساتور أقطع بهلغز ا amo ساديكumin بتبره منك ده يو ليه بس كده يا أمو سامح بعد الشرع علي بعد الشرع قل التكاليف دي بس عم اشاكل يا راجل لا تكاليف ولا حاجة داني كنت مجيب شوية حلوات للبيت عندنا فقلت اجيبلكم معي يعني ولا احنا ما بتقسمش الا قبل عادس بتاع الجيشه بس مابولة منا يا دفعة مساء خير من مساء النور اتفضل الشيء انا متشاكر قوي الحقيقة انا كنت محتاج لكوباية الشاي دي قوي يعني بقى فهنا وشيطة متشاكر عن اذنكم فضل لا يا شاكر لا لا بلاش الكلام ده وبقى عبدال ما تعملش كده تاني خير يا مرعي فيه ايه لا يعني على التكاليف دي يا راجل وقعت قلبي المهم هو اللي طميني عملت ايه طمينك على ايه كلمت لحاجة سلطان ولأ كلمته على ايه على الموضوع ايه يا اخي اه موضوع موضوع ايه موضوع الخطوبة يا مرعي الله وانت عاوز تخطب يوه يا اخي ستر عليك طيب 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 خلاص خلاص اه 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 ايوه يا سيدي كلب ها وقالك ايه اه الكل خير يعني اطمن اطمن جدا حط بطنك بطي خسيفي وراك رجالة الله يطمن قلبك يا مرعي يا رب سهيلها يا رب عاوف يام لا فيك يا حزن كنت فين ده كله كنت في المسبعي بصي 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 بزمتك يبقى انو هم بتحصو عاد يا ايه ده دول اتغيروا خارج وخد عليهم كاة ما تضعبش نفسك مفاضلش ولا ماللم اللي انت بديتهمني ليه بقى ماني حاسبت المسبع هو الخياطة وخياطة ليه ما هم متخياطية ولا فيهم قاطع ولا مارسة يا وليه بصي 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 على حلوة بنتك وايه لصغرهم جدا كشف اه يا كدابة يا بنت الكدابة اتا بيك وديتهم من الخياطة علشان خطر تحذقهم عليك يا اللي تنشاك بزمتك يا اني مش احنا من بتوع السمي بصيهم ليه يا موكوسة دول كانوا حلوين ومحترمين يا وليه كده زي الفول السمي بس موريكي البقية مش عايز اشوف حاجة ولا نيل حاجة احسن احسن برضو اني بقى هروح ده للحاجة زكريا اشوف يعني عايدين حاجة محتاجة السعادة ايه مستعادي يا عمر سلام بقى يا عمر والله ما نعرف ايه اللي في دماغك يا بنت بخيت حاضر حاضر ايش 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 يا جديه يا حسن ايه رأيك ده فستان جديه دني شرياء اظن عمرك ما شفتيه قبل كده ايه؟ سوفتيه؟ لا لا سمح الله يلا يا لهم ده بطالي لا مضى واطلع لهم الغسيل من عالسطوح عشان الهواء جاه ايه 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 يا بنت مالك فيك ايه؟ اصلا لي معدتي بتوجعني قوي وامي قريتلي ايه يحطوها فيك في الحاواء الاحسن يجيلك برد في معدتك ومالقش اللي يقضيلي اه طب يلا انا هلم انا الغسيل ربنا يخليك ليه يا رب يا اميرة يا بنت الامرة ايه ايه يا بنتك فاي؟ الله يخليك يا رب ويديك ويعطيك يا رب من عنده ربنا يخليك لينا يا رب اه 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 ايه موسيقى 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 حسنة انت دخلت هنا ازاي ما خبطيش ليه وانت داخل اصلا لقيت الباب مفتوح فدخلت الله انت عايزة يا بيت بات انطق يوه انت بزعف يا كده ليه تاني حتى بقول ان انت قلبك طيب وانحنا عيين ويملى الدنيا كلتها حنية ايه بيت ايه الكلام اللي انت بتقوليه دايه بقولك علف قلبي يا صيراتي بزمتك واني راضية زمتك اني اني مش حلوة وزي الامر ها ايه رأيك بيت دي حسنة تتخبرت في نفوخك يا بيت ولا ايه ليه مخروجي ليه بس جده اني لو اقولك علف قلبي وكادما وهصعب عليك قوي يا صيراتي وبعد هالك يا بيت بتاع تخروجي ولا ازعق ولا ام البيت عليك وتبقى مصيبة الموصيب اللي تجي من ناحيتك على قلبي زي العسنة جار يا بيت ايه ما صحش كده حسنة تعد بكده يا الله ايه خرب بيتك يا ابا خرجي ما تخافش يا حسنة يا بيت امشي يا حسنة يا حسنة بيت يا حسنة ايه ايه واسة سعادة ايه ده انتي كنت عندك بتعملي ايه اصلي سراتي كان بيندح عليكي اني قلت له ان انتي بتلمي الغسيل ايه سعاد انتي كنت فيه كنت بلمي الغسيل ام البيت دي بتعملي ايه يوه ماني قلتلك ان انا بطني بتوجعني شوي طب يلا ريح عن ضومك يلا حاضر سيبك منها يا رادي وشوف انت بتعمل ايه طب لما اتجهز والعيشة بقى اندهولي حاضر ايه وبعد هالك يا رادي اوقعك ازاي طريق واخرتها ايه مع امراتك اللي وقفة لي زي اللقمة في الزور دي حاضر بدي حاضر امه حاضر الحالي ايه امه مالك فيه اموت يا حاضر بعد شارع عليك حاضر يا بحاضر خد يا بحاضر خد ماني سيبك كويسة يا امه ايه مالك فيه فيه مالك يا امه مالك يا امه يلا وين اه يلا يا سعاد على مانده اللي عارفه عامي اندهنت الراديو شاكر يلا شاكر يا ست راجع مبسوط وبيقول انه شبعان ومش عايزين مش عايز ياكل ايه اتعشى عندهم يعني ولا ايه احتمال بس شاكله كده شبعان سعادة شبعان سعادة شبعان سعادة ايه يداتك ايه يا سعاد عليك كلام بس تعرفي عندك حق شاكر قصه ما ياكلش عنده حد ده شفتي يبقى هو شبعان سعادة طب انا اطلع العمان دهنه يلا يا ساتر بسم الله الرحمن الرحم في ايه احنا كلهم دينا خطة ولا ايه مين يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا رب مصدر في ايه ملك ياولية يا مجمال سلامتك ملك في ايه حصل سلامتك يا رب في ايه اهي يا ساتر مش درياني بحاجة راح اتراس براس يا مادي يا بنت شوية يامادي خير ان شاء الله يا رب حنت يقولي شوية ماوية تخبني عليك كده قبلها وحيا بيتكم كانت حاجة من الدكتور مناعا أبداً من نبي يا ست غالية أنا مش هارفة أقلنا بها مرة واحدة كده ست غالية ست سعاد حصنة أمانة في الأبيتكم وحيات النبي ما تفرطوا فيها أمّا ليه بتقولي بس كده يا أمّا ما تخافيش يا ربح حصنة في أنينا انت جمادي بس كده أمّال شاب دي حيلك انت بس كده علشان تجوزيها وتفرحي بيها وتفرحي بيها وتفرحي لعيالها لا وانت جاي يديك ويرضيك واتحامك ما يحرمك يا أمي حرامك في الأمر ويفرحك بعيالك يا ست الناس ويديك على قد حميتك وكاربك وإسطورك يا حصنة يا بنتي وما يقدرك ويرزقك بابن الحلال اللي يريح عليك ما تخافيش يا ربح الدكتور زمانه جاي وإنتي ما فيكش حدا خالص أمّال لا يأمر أنت ليكس لها دي أمّال شكرا للمشاهدة